من الاخبار السعيدة لسعدتني انا شخصيا واعلن عنها الكابتن محمود الخطيب هو وجود واحد من نجوم الاهلي واحد من اللي لهم تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي واحد من معشوق جماهير النادي الاهلي انه يتولى مساعد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن مؤمن زكريا بمجرد اعلان الكابتن محمود الخطيب عن الخبر او تعيين الكابتن مؤمن زكريا دي اذا ما احنا شافين قدام حضراتكم مؤمن زكريا مساعدا لرئيس قطاع الناشئين قرر النادي الاهلي تعيين مؤمن زكريا لاعب الاهلي السابق مساعدا للكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة مع مؤمن زكريا وفي حضور الكابتن وليد سليمان الخبر ده بمجرد الاعلان عنه شفنا سعادة كبيرة عند جمهور النادي الاهلي سعادة كبيرة كانت الناس سعيدة جدا بمؤمن زكريا زكريا اللي كان بيصول وبيجول في الملعب. وليه مباريات عمر جمهور النادي الاهلي ما ينسيها. عايزين نشوفه بقى في الخطوة التانية. وهو موجود جوه النادي الاهلي في العمل الاداري. علشان كده دلوقتي معنا الكابتن مؤمن زكريا على التليفون. تحياتي لك يا كابتن مؤمن ومنور قناة الاهلي. اخبارك ايه زي الفل? الحمد الله. اولا مبروك على المنصب الجديد. الحمد لله والله. بدأت العمل ولا لسه كابتن مؤمن? اه. النهاردة. النهاردة اول يوم. اه اول ايه. طيب. قل لي بقى ساعتك يا مؤمن. النهاردة وانت بتدخل النادي الاهلي الوضع مختلف. انت زمان وانت لاعب لسه صغير في الناشئين. لكن النهاردة انت مسؤول. والنهاردة انت نائب او مساعد لرئيس قطع الناشئين. بصلي اكبر. الوحد دوا ملعب كان عادي. لكن دلوقتي مع وليد وكابتن بدر وكابتن نيجي بصلي اكبر. ان الوحد يطلع الشيء اللي اه. الدرجة الاولى فتبقى مهمة اصعب. ان شاء الله خير يعني. اه. المهمة صعبة. ومعاك ومعاك ناس انت تعرفهم كويس طبعا. الكابتن بدي رجب اللي مربيك. ومرنك وانت صغير. وكابتن احمد نيجي. اه. وليد. وليد سليمان طب. اه. اه. دنيا ان شاء الله تبقى خير اللي نيجي. ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن مومن. في جلسة جماعتك بالكابتن محمود الخطيب. ابرز الحاجات اللي الهلك الكابتن محمود الخطيب في الجلسة دي. والله كابتن استعمى احداك يا عالم. هو طلب مني حاجات بس ان شاء الله نكون قد الحاجات الكابتن طلبها مني وان شاء الله اعمالها يعني. ان شاء الله. بس ان شاء الله نقول ايه يعني. طبعا خلاص انت دلوقتي يبقى فيه سرية تامة دلوقتي. اه. كويس. اه. طيب. الحاجة التانية بقى النهاردة. يا مومن وانت موجود في اول يوم النهاردة في المنصب الجديد. وانت عينك كده نعارف ان عينك حلوة في الكورة. ممكن نشوف ان شاء الله الفترة اللي جاية لعيبة في مهارة مومن زكريا. وفي تهديف مومن زكريا. ان شاء الله فيه اعسد. ان شاء الله. منه من اي احد. ان شاء الله. يعني ان شاء الله بتوعد جمهور الاهلي. ان يكون فيه لعيبة كويسة في شطاع الناشئين. ان شاء الله. رسالتك بقى لجمهور النادي الاهلي يا مومن. وانت النهاردة خلاص بقيت دلوقتي موجود في منصب اداري. وعليك مسئولية دلوقتي. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. هتحضر الحفل النادي الاهلي. ما شاء الله. اللي حق فيه خمس بطولات. وده مسم تاريخي لنادي الاهلي. اكيد. اه كل بطولة النادي بلعب عليها. فمن جمهور انه هو يا رسال الله. يا رسال الله. السنة الجاة يا عتب اصر. اكيد. السنة الجاة تبقى اصر. اه. اه. انه انه اللي لقاه عق وكل حاجة. اه. فالجمهور تقودنا كده عينك حلوة في الكورة. وكمان في حاجات لما كدنا بنقعد نتفرج على المباريات تحت الدرجة الاولى وانت قاعد جنبي. تقول لي لو كولر غير دلوقتي فلان وطلع فلان ونزل فلان. الاهلي يكسب. وكان كولر بيعمل فعلا. الكلام انت بتقوله. وكان الاهلي بيكسب. الهند الله. بنشكرك شكرا جزيلا يا مؤمن وان شاء الله بالتوفيه في الخطوة اللي جاي. شاء الله. شكرا كابتن مؤمن زكريا نجمي الاهلي السابق. دي من الاخبار السعيدة ومن الخطوات المهمة جدا. واللي اسعادت جمهور النادي الاهلي. مؤمن زكريا واحد من ابناء النادي الاهلي. اللي ياما فرحه جماهير النادي الاهلي باهدافه وبطولاته وباحترامه داخل الملعب. فمجرد وجوده ده شيء طبعا مهم وشيء جيد لمؤمن زكريا.